بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحاول خلال هذه الحصة إكمال الدرس الثالث اللي عنوانه Properties of Pure Substance وسوف يتم عرض تباعا بعض القوانين الخاصة بالغاز المثالي بعد أن تم عرض قبل يعني كيفية استعمال جداول استخراج الخصائص بالنسبة للمواد النقية Ideal Gas هو غاز مثالي بالعربية وهذا الغاز هو غاز تم افتراض من العلماء ليش عشان يقدروا يسويوا الحسابات فإذا هذا الغاز يتميز بإيش بأن ذراته صغيرة وأيضا ذراته لا تصطدم فهنا نقدر نقول أن هذا الغاز غير موجود رح نعرض تباعا ثلاث قوانين القانون الأول حقة شارلز ففي هذه القوانين الثلاثة قبل ما أبدأ في هنا PVT فرح نلاحظ أنه دائما نثبت وحدة ويشوف تغير الثانية مع الثالثة فهنا بالنسبة للقانون شارلز ثبت لي الضغط ثم حاول أنه يستخرج العلاقة بين الحجم ودرس الحرارة فلقى أنه هذه العلاقة طردية بما أنه العلاقة طردية يعني إذا الفوليوم زاد فهذا يعني أنه تمبرتشر زادت وعكس هذا صحيح فإذن V على T تساوي كينستان يعني إذا زاد الأول يزيد الثاني وهكذا دا وليك فإذن رح نستعمل هذه المعادلة لحالتين يعني الحالة الأولى V1-T1 رح تساوي V2-T2 وهذه المعادلة المكتوبة هنا المعادلة الثانية أو القانون الثاني هو قانون حق بايل بايل إيس ثبت لي الحين ثبت لي درس الحرارة وحاول أنه إيش أنه يشوف العلاقة بين الضغط والحجم وجدها أنه علاقة inversely proportional أو علاقة عكسية فهذا يعني إذا زاد البرشير الفوليوم ينقص وعكس هذا صحيح فإذن البرشير في الفوليوم تساوي لي كينستان عشان لو زاد الأول ينقص الثاني إذن هذه المعادلة صالحة لجميع الحالات فإذن رح تساوي بالنسبة للحالة الأولى أو الحالة الثانية فهذا يعني P1V1 يساوي P2V2 أفو قدروا إيس سوى أو القانون الثالث اللي هو حق أفو قدروا إيس سوى قال under the same condition of temperature and pressure يعني هنا إيس ثبت لي؟ ثبت لي درس الحرارة وثبت لي الضغط قال equal volumens يعني إذا كان حجم متساوي بالنسبة لغازين أو جميع الغازات بصفة عامة فهو يحتوي على نفس number of molecules فهنا أفو قدروا إيز زود لي number of molecules اللي رح نستعمل فيها small n أو capital n على حسب المراجعة فاستخراج القوانين الثلاثة يعني boils لو شارلز لو أفو قدروا لو هذو من القوانين الثلاثة اللي قلنا رح درسه تغير pressure, volume, temperature, number of molecules استخرجنا قانون يسمينا ideal gas low وهذا القانون رح نشوفه في الحصة القادمة يسمع لي pressure, volume, temperature, number of molecules نهاية أود سؤالكم على قانون boils لو هذا القانون تم دراسة H مع تثبيت H يعني تم دراسة الحرارة volume, pressure تغيرها مع تثبيت أي وحدة من هذوم الثلاثة تغيرها مع تثبيت تغيرها مع تثبيت تغيرها مع تثبيت